تنفيذاً لتوجيهة سمول العهد رئيسي مجلس الوزراء قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف الرقابة على الأسواق التجارية خلال هذه الفترة للتحقق من توفر السلع الغذائية واستقرار أسعارها ووضعت الوزارة خططاً تفتشية ورقابية منتظمة على الأسواق المركزية والتجارية في محافظات المملكة وتهدف هذه الحملات التفتشية لضمان توفر السلع الغذائية الكافية للمستهلكين وبأسعار تنفسية والتحقق من انسيابية طرح المنتجات الغذائية بشكل طبيعي والتي تلبي حاجة السوق خلال الشهر الفضيل والفترة المقبلة والتأكد من توفرها بالكميات المطلوبة وتحرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين في حال رصد أي تلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر غير غانونية في حين دعت الوزارة إلى همية تقديم البلغات مع الإدارات المعنية في الوزارة في حالة تعرضهم لأي من حالات التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري ضد المخالفين في حالات التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري